للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل مفادة التلفزيون المصري ليلة عمر، ليلة هل لك أن تطلعين عن أبرز اللقاءات التي قام بها السيد الرئيس اليوم وذلك في زيارته تاريخية الأولى للعاصمة البلجيكية بروكسل نعم، رهام كما تبعت معكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى العديد من اللقاءات على مدار اليوم كما ذكرت منذ قليل لقاء مع الملك فليب أشاد فيه الرئيس بحفاوة الاستقبال من قبل الملك خاصة أن هذه هي الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجيكا أيضا اللقاء مع رئيس المجلس الأوروبي ولقاء يجري الآن مع ممثلي كبرى الشركات البلجيكية التي لديها استثمارات في مصر هذا اللقاء أو المائدة المستديرة التي تؤكد على إصرار القيادة المصرية على تحقيق التواصل مع الدول الأوروبية المختلفة لتعزيز النمو والاقتصاد والتنمية في مصر برهام أيضا صباحا لقاءات الرئيس مع ثلاث شركات تعمل في مجالات مختلفة منها التكريك والحفر وأيضا ما يتعلق بالبحرية والطاقة المتجددة طاقة الهيدروجين كانت إحدى المحاول أو الهيدروجين الأخضر التي كانت في المباحثات الصباحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشركات البلجيكية وكيف يمكن أن تدعم مصر في مجال الطاقة النظيفة خاصة أن مصر لديها إمكانيات في الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وكان هناك حديث عن مشروعات ستقام فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر في مصر خلال الفترة المقبلة أيضا دور لإحدى هذه الشركات في حماية الشواطئ المصرية الشواطئ البحر المتوسط من التآكل بسبب ظاهرة تغير المناخ التي أصبح له تأثيرات سلبية كثيرة خاصة فيما يتعلق بتآكل الشواطئ على مستوى العالم وتهديد المدن الساحلية أيضا إحدى الشركات أو رؤساء الشركات الذين قبلوا من رئيس في هذا الصباح تحدث مع الرئيس فيما يخص هذه النقطة مريهام أغدا هناك لقاءات أخرى للرئيس عبدالفتاح السيسي قبل بدء انعقاد قمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي سيكون لديه لقاء مع رئيس وزراء بلجيكا بالإضافة إلى لقاء آخر مع رئيس المفاوضية الأوروبية رسولة فندلين بعد ذلك يتوجه إلى القمة السادسة هذه القمة التي تسعى لتحقيق الشراكة والتنمية بين القارتين الأوروبية والإفريقية من خلال دول الاتحادين من أجل وضع خطة تنموية لعام 2030 تعمل على تعميق الشراكة وتضع آلية تنموية جديدة وتمويلية تقدم من الاتحاد الأوروبي لدول القارة الإفريقية من أجل تقديم الدعم لهذه الدول وتوفير فرص العمل فيها ودعم البنية التحتية موضوعات أخرى هم ستناقش خلال القمة في الغد لكن بالنسبة للقيادة المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي هناك تركيز على ما يتعلق بموضوع الطاقة والتغير المناخي خاصة في ظل استضافة مصر لقمة المناخ السبعة والعشرين مع نهاية هذا العام في مدينة شرم الشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيؤكد على أن الدول الإفريقية تحديدا تأثرت بشكل كبير بسبب الانبعاثات الحرارية والتي تعتبر الدول الأوروبية والدول المتقدمة هي المسؤولة عنها وتسببت في ضرر كبير نجد تبعاته ظاهرة في دول القارة الإفريقية سيكون هناك العديد من الملفات التي ستطرح في الغد على هذه القمة والتي سيحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وممثلين سياسيين في مختلف المجالات ومتخصصين للحديث في مناقشات ومؤاد مستديرة تتحدث عن موضوعات عدة منها التمويل النمو وتطوير التعليم خاصة التعليم الجامعي وأيضا الصحة فيما بعد جائحة كورونا وملفات السلم والأمن والاستقرار إلى كره أشكرك شكرا جزيلا موفدة التليفزيون المصري ليلى عمر كنت معنا من بروكسال شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية ترجمة نانسي قنقر